العفة نوعان أحياناً واحد يتجنب القبائح لأنه لا يقدر لأنه لا يتمكن لأنه ما عنده وسيلة إلى الحرام لأن هناك ضغوط اجتماعية عالية يعيش في جو محافظ وهذا الجو المحافظ يوجه إليه ضغوط اجتماعية هذا النوع الأول النوع الثاني عفة القدرة واحد يقدر الجو مهيئ له لا توجد هناك ضغوط اجتماعية العفة الحقيقية هي عفة القدرة لا عفة العجز عفة العجز لا يقال لها عفة ربما الفرد في بلاده بين أهله بين إخوانه بين أصدقائه لا يتمكن أن يقوم بعمل معين ولكن عندما يذهب إلى سفر هذه الضغوط تخف عندما يذهب إلى بلاد الغرب هناك تظهر حقيقة المؤمن وواقع المؤمن هل يتمكن أن يحفظ إيمانه أو ما يتمكن الحجاب في بلادنا له قيمته الكبيرة ولكن القيمة الحقيقية للحجاب إنما تظهر عندما واحد يذهب إلى بلاد الغرب أو إلى بلد لا يوجد هناك أي رقيب وأي حسيب هنا تظهر حقيقة الإيمان ترجمة نانسي قنقر